قبل ما نبدأ صلى على النبي وقصتنا النهاردة عن بنت جميلة بتشتريكها السلام نصيكو محترف في كوريا واللي بيكرر يطرد عشان بلاخدو الشرطة عليه فاعترها تعرف تقرب مني ولا يمسكها ده اللي نعرفه بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي وما تنساش اللعك والسبسكرايب والشير ويلا نبدأ قصتنا تبدأ في شوارع كوريا مع الاشخاص اللي بتواصلوا عشان يشتروا منتجات من بعض على مواقع التواصل الاجتماعي ويكون الشخص ده بتواصل مع بنت عن طريق الطلبات في عرض المنتج بتاعه ويكون مبسوط في انه يكلمها ويتقابله عشان تشوف المنتج بتاعه فنروح للبنت الجملة دي والاسمها سهيون وهي بتتقاني مع العمال دول عشان بوازوا الانشاءات في البيت وعملوا حاجات غير اللي منتفقين عليها اصلا ويتواجه في انهم لازم يسلحها قبل بكرة بدل ما تترفض ويتروح تعرف مديرها يا كمبي ده علشان هي ما كانتش موجودة عشان كانت بتنتيل البيت الجديد الخاص بيها يتقابله بالليل بيخليها مش مرتاحة ومش عايزة اعمل ده خالص فبتروح تتكلم مع صاحبته على تصرف ومدير كم اللي بتفضل تضايق فيها علشان ومدير كم من الواضح انه بيحبها فسيون بتفتكي الوقت من ثالث لبيت الجديد والغسلة بتاعتها مش شغالة وتكلفة تصلحها عالية جدا وعلشان كاب تارد عليها فانها تشتير غسلة مستعملة كويسة وخصوصا ان تكلفة بتاعتها هتكون اقل بكتير وبتفرح جدا بس فرحاتها تتحول لحزن لما كان بيرن عليها وبيكون عايزة تشيل البلاط في الموقع الانشاء ومستوربة فانها لا بيكبرها تعمل كل حاجة بنفسها كده فبنروح للشخص اللي بيبيعه منتج بتاعه والبنت اللي كان مستنى بترسله وبتعرفه فانها بعتت اخوها وطبعا بيتعصب كتير بس بيدخل يفحصه وبيشوف اللاب اللي معاه وبيفضل يبحث فيه وسط متبعة الشخص ده وبيدله ماله بس بيروح يطعنه وبيقتله وبيخليه معليه وبكل برود بيروح يخد فنه وبيرسل صاحبه اللي كان معرفه فانها قابل البنت وبيعرفه فانها يسافر عشان يقابلها وهنا موعدنا مع سايكو جديد في كوريا فبنروح لسهيون اللي بتكون في موقع الانشاء وبتصدم لما بتشوف سراسر قدامها بس ساكن بيجو بيدفع عنها وبيروح يجيب لها طعام وشراب عشان يأكل سوا وبيفضل يتكلم معها وعايز يتقرب منها بس أنا صاحبتها وقوب تيجي وبتلحقها على طول فبيكرر يروح يشوف الغسلات تاعتها وبيحاول يصلاحها لها مخصوص على أمن يعجب بيها بس قوب تلايه فانه مش عارف يعمل حاجة وبيضيع وقت على الفاضي وبيكون مشروع متحرش صغير بيها فبينزل وبيفضل متابع بيتها في المقابل السايكو بيكون بيصور اللاب والفن وبيارضم للبيع بسارق ليل وده مع موت الشخص اللي كان يشتري منه وبيفضل يصور كل حاجته ويعرضها للبيع الأمن يلاقي ضحيته الجاية وبيغلف وبيبيع كل حاجة وبيصور عليه بالفعل وبيجي له طلبيات كتيرة ومال أكتر وفنه مش بيبطر رسائل فهنا سهين بتشوف الغسلات المستعملة دي وبيتلاقي نها كواسة جدا بالنسبة لسعرها وبتكرر ترسله فبيعد اليوم وبيرد عليها وبتحول ليه المال ويا راح العمل وبتدله العنوية لشان يبعث عليها فهنا بتروح العمل وبيكلمها بس بتاتذر عشان مش هتعرف تكون موجودة في الوقت ده وبيفكروا فمعات سوى وعلشان كده بتكرر تروح تمشي من معاهم عشان فيه عمل يصلح الغسلات بتاعتها ومش هتعلق على العمل بتاعهم تاني خالص وبالفعل بتروح البيت والعمل بلايه ان الغسلات دي مش بتشتغل خالص وبيعرفوا في ان اتضحك عليها عشان يشتري الغسلات بيضة اصلا وبتدهي كتير فبيعد الوقت وبيتروح تبحث عن اسمه ومش بتلاقي اي معلمات خالص ولا حتى منشروه بتتكلم عن النصب اللي عمله بس بتفزل تبحث وراءه كتير وبتلاقي في ان حسابه تحزف خالص فبتروح تبلغ الشرطة وعاوزهم يمسكوه في اسرعوات والله هو هياخد من ثلاثة الاربع شور يعني علشان يعرف يوصلوله واول ما بتستهرب بيعرفوه في ان معهم متقضية زيها كده فلازم تستنى شوية وتعرف انهم شغالين ولما يوصلوا الحل اللي يكلموها ومش عارفين هيحلوا كمية حياة النصب اللي معهم دي ازاي فبنروح يمقابل السويون بو او اللي بتعرفه في ان الصعب يمسكوه النصبين لأيام دي وفاجئة كان بيجو بترفض النقطة تعرفه في انها مديها بسبب مشكلة غسلتها فبيعدل وقت وبتروح تشوف غسلتها واللي هتتكلف مبلغ كبير وعلشان كنا بتكرت قصته واتوصل لها بعد كام يوم اشان هما برضو مجهولين فبنروح اليهوية في المخساة العامة وبتعاني لما بتاخده دمها ومش بتقدر تشيلها خالص وده لغاية مبتوعة اصلا وفجأة الطلب ده بيكون متبحها وبيستغرب وهي بتفضل مدية من الشخص النصاب واللي عاملوا فيها وبالفعل بتروح تبحث في المنتجات المعروضة واللي بتحاول تشوف نفس الاسم الموجود وبتدور في التعليقات وكل حاجة وبتتطبق في الكلام وبتعرف تلاقي بالفعل وبتعرف ان ما عرفتش توصل له علشان دي صورة وبتكرر تكتفه النصاب ومحدش يبعث للمال فبنروح للسيكو النصاب اللي بيكون عامل سيرفر بيرد فيه على كل الاشخاص اللي بترسله معاه بشكل تلقائي وهو بيروح يشوف حياته واول ما المال بيوصل له بينسى كل حاجة بس انها بيشوف تعليق سهيون وبيتدايق ويبتفرح كتير انها عارفت تمسكه فانا بيبعث لها وبيقولها في انها تفكر علشان الحياة بتعلمها كتير وعلشان كابترد عليها بتشتمه وبيتوجه في النصاب بلغ شرطة عليه وهو بيكون متوتر وشايف في انه خايف ومش قادر يرد عليها بس في الحقيقة هو بيروح يجيب لها معلومات كتيرة عن سيون ومن هنا نوينتين منها فبيعد اليوم مع سيون اللي اتأخرت عن العمل وكان بيروح يعقبها عشان ازاي هتعمل كل ده وبترهك نفسها عن العمل عشان مجرد غسالة وبيحذرها وبتلاحص انه نفس كلام النصاب وبتتصدم بس كان بيفضل متبحة من بعيد لبعيد كده وبتبدأ تشك فيه في نوع نصاب فبتروح مع او وفجأة بيجي لها فون بأمر المنتجات المستعملة وبتنكر وده بصوب بنته بيكلمها راجل بعد كده فانها بتشتري ببعيد غسالة بس بتنكر وبتدايق لما بتلاقي في انه في كتير بتصل بيها وبتشوف انه في شخص رفع بوسط لها وكتب رقمها واسمها ومش بينفع معها اي حاجة وبيفضل يرن عليها وعلشان كده بتكتب فانها باعت خلاص علشان تريح دماغها من اللي حصل ده فبيعد الوقت بتروح ويها تعبانة على الاخر وفجأة بيجي لها توصيل الدجاج ورغم انها مطلبتش اي حاجة وبيترح تشوف ان الجالات عم كثير ويها لم يميتش كل ده اصلا وبتعرف ان الشخص ده واللي بيورطها في حاجات ملايش علاقة بيها فبيترح تعلق منشور في ندم الصح وبترح للشرطة اللي برضو مش بيساعدوها وعاوزنا تستنى لأئمة انتين من مكانها ده وبتمشي فالمحاقك جيه بروح يتأكل من الرقم وبيشوف انه في طالب موجود هنا وبيكرر يبحث عنه فهنا سيوم بتروح ويتتفاجئ بان الورقة مش موجودة وبتروح تعرف الشرطة اللي بتتابع الكاميرات وبيكون صعب يحقق عشان لسه مش معها اي دليل فبتلاقي الريح لها وبزوى الرغم اللي بيحصل معها وعلشان كده عايز انها ترتاح واي شخص بيجي لاي بمشع على طول فسيوم بتروح تغير الرقمها ده وبتفكر في الانتقال من الشقة دي عشان للحل الوحيد وبتفضل اعزال ترتاح عشان الشرطة تحل كل حاجة بما انها عايشة معها حاليا وبيفضل يهزره فبيعد الوقت بدرها تودعه اللي انه يتروح خلاص ويتسيبها لوحدها بس في وسط ما بتكون بتودعها بيكون الشخص ده متباحها واول ما بتطلع بتتفاجئ بجود العامل ده واللي بيركب كاميرات مرائبة لما بدت اسبوع في المكان ده وبيتده رقمه وبيمشي فبيعد اليوم وبيتروح تجيب لي عمال طعام وبترسل امها وبتعرفها في انها انتقلت وبتكون اعزة منها المال واللي بيكون كثير وبتجي عشان تبعت لها المال بتتراجع وبترنع لامها بس بتكون مغلق وعلشان كده تبدأ توقعه في الكلام وبتلاف انه الشخص اللي نصب عليها وبكده هو بيتراد على طوله وبتتصدم فبترح تنام وفجأة بتسمع صوت شخص بيفتح الباب بتاحها وبتتصدم علشان هي في نص الليل وبيعرفها في انها حبيبها واللي جابه الهنا علشان يقضي معها الوقت وبيتضيق عليها لما بتروح تهديده بالشرطة وبتكلم وبيمشي وفجأة هي بتبكي بيرسلها النصاب وعاوز منها خمسة مليون وين ولو بعتت فاني كل حاجة وبيتداها خمس دقيق كواء وهي تفضل محتارة تعمل ده ولا لا بس في الاخر مش بتبعت وفيه شخص بينزم العربية وبيعمل لها حزر وفيه شخص تاني بيفتح الباب بتاعها بالرمز وبتلصدم بس ده بيكون شخص تاني وادعال هنا وهي بتفضل تبكي كتير ومش عارف تتصرف ازاي بس هنا الشورت جو بيجي وبيفضل يدرف فيه وهي بتفضل تبكي ومش عارف تعمل اه خالص فبيروح لسيون وعاوز الشورت تتحقق في الموضوع طالما الوضع وصل لهنا وعلشان كيه بيضاه رقمه فبيروح يحقق مع الشخص ده انه بيعرفه وفيه شخص رسله وكان عاوز راجل لحبيبته لا وكمان بيكون مش عارفين يوصلوا لي وكل ده جو بيتدايق عليه فبنروح للسيون ويا نايمة والآن بس فجأة في حد بيرسلها وبيجيب له كله معلماتها بس بترد عليه في ندى اخره علشان ومش عارف يظهر خالص ومن هنا بيكون وعارف يوصل لكل صورها ونو يدمر حياتها حرفيا فبيعد اليوم وبتفضل تزن على المحاقق جو اللي بيفضل رافض يدخل فلما ما فيش مذكرة وبيلاف انها خايفة كتير ومش قادرة تتصرف خالص في حياتها فبيكرر يروح يشوف شقة الطالب ده عن طريق المالكة وبتتفاجئ بان الطالب ده ماشي من المكان على طول وببيلاد التلاجة دي وفيها جسد الشخص اللي قتله في الاول وبيتصدمه ومن هنا الشرطة بتيجي في المكان كله وبتحوطه وبتفضل سيوم مصدومة ومشفوعيها خالص وعاوزة تمشي وعلشان كي بيكرر جو فان الشرطة توصلها وتحميها بس انها مش بيلاقي بصمات خالص والقضية بتنتيل لقضية القاتل بس ان جو نابي روح يدور على المكالمات وبتتبع كل حاجة وبيعرف فون استخدم فون الضحية اللي قتلها وعاوزين يحققه اكتر في حين ان سيوم بتكرر ناتين تيل وتتحمل بقى العقد بتاعها وطول ما هي ماشية بتكون مرعوبة كتير وحتى وقت ما بتيجي داخل الشقة والكاميرا مصورها فبتروح ويها تعبانة وبتشم راحة غريبة في المكان وبتفضل تدور عليها في كل مكان في بيتها فالبنت دي تتقابل مع جو واللي حصل معهم نفس اللي حصل مع سيوم وكان بيجيب لها كل حاجة وبيضيقها وكان عارف كل حاجة عليها وبدأت حاجتها تختفي برضو كأنه بيلعب بيها وده علشان هويته كانوا مزيفين وعرفته لما رحلها الغات عندها وبدأ يكسر في كل حاجة عشان يدخل لها وهي كان يبتحاطة رب منه قبل ما يقتلها وعمل الدوجرة قبل مينتين منها فإن سيوم بتفضل مرعوبة وبتتكلم معه اللي عايزة تروح تعيش معها ويتتم بحماتها عشان خايف عليها بس سيوم بتطمنا فان الشرطة موجودة عندها ويعني سيوم بتكون مرعوبة فبيعدي اليوم مع سيوم اللي بتمشي وكمان الشرطة اللي كانون تابعينها بس الشخص ده بيكون مرايب المكان برضو فبتروح تتكلم مع العامل عشان لسه مخلص عمله وبيتدلع وأول ما بتكونها تتخنق معها وبتيجو وبتمشي وبتهون عليها علشان يا لازم ترتاح فبتروح وفجأة كم بيكون موجود عشان يطمن عليها وعايز يكون معها بدل ما تتأذى وبيتخنق معها علشان لازم تيبل بمشاعر ويبقى موجود معها وبيكون بيطردها بس التيفل على ايده وبتأذيه وبتخاف منه كتير وبيكون متدايق علشان ازاي ترفض مشاعره الدرجة دي وبيمشي فبتروح الحمام وبتتصدم لما بتلاقي ان كان في شخص موجود في بيتها اصلا وواكل من طعمها يعني سايكو وتفوس كمان بل مختارك الجهاز بتاعها وبتحكم فيه وبيكتب ليها فانها بقى بترجع بدر عن كل يوم وهي يعاني بتفضل مصدومة فانا الشرطة بتيجي وبرضه مش بيعرف يمسكوا عليها اي حاجة خالص وجي بيكون مش عايز سهيون اللي مغمع عليها من التعب اصلا تفضل هنا فبيعد الوقت بتفوق وبتلاقي صوت وبترح تشوف بتلاقي حد يمسكها بس بيكون دكابوس وبتفوق وبيغمع عليها قدام جو فبتروح المشفى وهي منهرة حرفيا وبيكرر يسيبها ويمشي علشان يروح يدور في القضية وانا بيوري له في ان لها ستة قضية خاصة بالنصب زيها زي قضية سيون وبيركز فيهم فبنروح لسيون اللي بتطلع من المشفى وبترح تركيب التاكسي ده بس فجأة الشخص ده بيرن عليه وبيهددها اكتر بس هتوقف عن كل حاجة لو اديت عشر ملين وين وانها تروح وتقفل فنة مغير ما تعرف الشرطة بأي حاجة بدل ما يبدأ من جديد فانا جو بيكون بيحاول توصل مع سيون اللي بتكون قفلة فنة وموجودة وهي بتيبكي بس اننا بيكون بيشوف تاريخ المكالمات دي وبيدور في المكان وبيفضل جو مش عارف يوصل لها بس انا سيون بتكرر تقوم وانا بيشوف موقعه في حان ان في شخص بيروح لجو وبييجم عليه وبيحاول يخضره وبينجح فده بالفعل واللهوة بيكون السيقه اصلا وبيكون رايح يقتله بس مش بيعرف عشان في ناس كترة في المكان وبيسيبه فبيطلع على شقة سيون وفجأة كين بيشوفه وبيعرفه ان هو رجل غسالة علشان سيون عنات بسابه وبيفضل مش طيقه بس انا بيكرر يتعانه كتير وضربات كترة جدا وبيقتله حرفيا فبنروح لسيونة اللي بتروحه وبتشوك في كاميرات المرائبة اللي متسجلة دي وبيتلاقي انها في البيت كله وبيكون متباحة في كل مكان وعرف انها يفضل يبتزها وفجأة بتشوف كمية عندها هو متباحة وانا في شخص بيكون وراها وبتتراب وبتجي تمشي بس بيمسكها وبيعرف ان هو ده صح بكاميرات المرائبة وبيخضرها وبيمشي وده على وصول نا اللي بيلاقي جو متخضر هو بيكون ماشي وبيكرر النافو ان يروح تابل العربية بتاعته واللي فاسه يون وبيكون سايكو معرفن اصلا ومش واسم خالص المهم انه بيزيد في السرعة وبيحاول يهرب منه جو بس هما بيفضل وراه وبيدخل في اي حاجة قدامه على امال الهروب منه بس انه بيكون جدع في الكيادة وبيكون مع بعض في العربيات ولزئين في بعض بس انه في عربية بتروح تطيارهم هما الاثنين واستمتبع من جو اللي بيجري تطمن عليناه وعاوز يفوقه في حين ان السايكو بيفضل لسه في الروح وسهيون بتكون مغمى عليها بس بيفضل جوها تجنن علشان ما فيش اسعاف وسهيون بتفوق وبتفضل تبكي ومش قادر تمسك نفسها فانا بيروح المشفى والمفاجأة في ان السايكو قادر انه يرى بتاني برضو فجو بيعرف او في انها لازم تكون مع سهيون بعد اللي حصل ده علشان هما بيدوروا على السايكو لسه وطبعا سيون بتكون بتاخد مودئات وحالتها صعبة فبيعاد دلوقات وسيون بتكون بتعاني من صدن واكتئاب ومش بترد على اي حد ولا حتى تروح العمل خالص في حين انه جوه الشرطة بيفضل يدور على السايكو زميله ومش بيكون فيه دوم اي حاجة بس الجو بيفضل مسرع الامساك بي وبيروح يدور في الامر بس فجأة بيجي له فون بيوقف الدنيا عنده وانا المحاكك نمات بعد الحدث اللي حصله وبيعرف سيون بدا وبتفتكر وقت ما كان معها في المشفى وبيعرفها فانه مش عارف يلاقي اي لقطات للكاميرات خالص وهي بتكون ماشية وحزينة واقول ما بتشوف ان في شخص يتكلم عن السفر وبتتصدم وهي بتشوف معهم في حين ان جوه بدور في كاميرات المرائبة وهي بتفتكر فانه مش يبدع عنها ويرجع عشان يلاقها من تاني وبتتصدم اكتر بس هنا تتصل على جوه وبتفكر معاه فانهم هم اللي يخلوه جي لغاية عندهم عشان السايكو ده بيستهدف الاشخاص اللي بيعشوا بعد عن اهلهم وانه موجود على مواقع البيع المستعملة وعلى مواقع التفصل الاجتماعي وبيكرر فانهم يعملوا لها هوية جديدة عشان يجي لها وبتكون الستعدل ده وبيفضل يفكره ازاي يعرفه يجيبه من تاني وبيتابع كل عميات البيع والشرة بس هنا وهي رايحة بيكون جوه يتأخر عليها وفجأة السايكو بيطلع عليها وبتعرفه وبتحط عطله لغاية ما جوه يصل لها وبالفعل هو بيجري والسايكو بيكون بيركز فيها عشان يا مرتبك كتير وبترتعش وحياتها حالة وبيكرر يروح عند شاقتها عشان تعرف تفحص المنتج ده وبتعرف جوفني لسه مستناها هناك وبتروح شان تتابعه وفجأة وبيجو بيخضرها وبيمسكها لغاية ما بيغم عليها وبيخضرها وبيفضل يضرب فيها عشان ازاي تجي غاية عنده أصلا وبيروح يشوف في ندامش بيتها أصلا وبيجي طالع مش بيلاقوية ومتخدرها وبتصدم علشان يا بتكون ما تخدرتش وبتطلب منجوه يجيب سرعة وبتفضل تبنع من الوصول لها بأي طريقة وعلشان كي بيكسر باب عليها وبيضحك وقت ما بتكون بتحوى تغرب منه علشان هو وصل ليا بمساعدته وبما انها عارفت وجوه فلازم يقتلها فبتعرفه في ان الكاميرا صورته ويمسكه في الآخر حتى لو قتلها فبيتصدم وبيكون راح يقتلها بس جو بيجو بيمنعه من داه وبيضرب فيه بس بيطعنه وعلشان كده جو بيقوم تاني وبيحاول حرب اكتر بس ها بيكون سايكو عملك شوية وبيحاول يمنع من الوصول لأي سلاح بس جو بيضرب وعلشان كالسايكو بيكون بيضرب فيه بيستريا وبيكون بيخلص عليها لآخر بس سايكو بتروح تضربه بمساعدة السمسامير ده وبتفضل تضرب فيه الغات ما بيخلص وبيروح يجري عليها وبيضربها يقلب على طول وبيفضل يضرب فيها علشان يخلص عليها وبيكلا يغم عليها وبيروح يجيب السلاح عشان يقتلها بس جو بيقوم يطر عليه وبيتقلبه فوق العربية ده بس برضو السايكو بيكون لسه في الروح وراح يطعن جو فسايكو بيجيو تمسك ايده وبيحاول يمنعه من دوماً لاتنين ودلاجات ما السايكو بيموت منهم وجو سايكو بيفضله يعانه بعد اللي عمله ده وهي بتبكي كثيراً على اللي حصل في حياتها من بعد ما السايكو ظهر فيها فبيعاد الوقت وسهيوم بتروح للموقع وبترجع لحياتها الطبيعية وبتكون بإطلاطفة مع العمال على غير عادتها وبتروح تعود لوحدها والأخبار بتنتشر عن اللي حصل وان السايكو مات باستحادت بعد ما مات فأضايا النص بلسه مستمر بل ويزادت كمان وسهيوم بتبضل مصدومة وقصتنا بتخلص علينا فلاحظة تابعونا وملخصات تانية كتير اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد سلام